مرة واحد من الدعاة ذهب مرة إلى كان عندهم مسجد يبنونه وبقي شيء من هذا المسجد يعني يحتاجون تبرعا فقال يا جماعة من قالوا والله في فلان تاجر لكنه إنسان فاسق إنسان لا يحب المسجد ولا الدعاة ولا الأئمة وهو يحارب هذا المسجد ولا يريد أن يبنى في حارتهم ما يريد يسمع الأذان قال إني ذهب إليه أطلب منه تبرعا قالوا يتبرع لك هذا ممكن يتبرع لي إنشاء مرقص يتبرع لي إنشاء مكان محرم أما يتبرع لي مسجد هذا اغسل يدك قال يا أخي أنا ألقي دلوي مع الدلاء أرمس النارتي يمكن الله يرزقني فمضى وطرق عليه الباب فتح له الخادم وين صاحب البيت وكذا دخل قال إمام المسجد يريدك قال قل لما هو موجود فأصر عليهم إلا تطلع لي ويضرب لحد ما طلع له وهو غضبان يا إش تبغى ماذا تريد قال والله الله يحفظك مساك الله بالخير كيف حالك قال طيب أخلص علي ماذا تريد يعني إش تبغى صلاة أنا أصلي يعني أنا لازم أصلي عندكم مساجد كثير ظن إنه سينصح ليش ما تصلي معنا فقال لا والله بس عندنا المسجد يعني إحنا بنغير الفرش ونحتاج إليك ونحتاج والله لا نزل نحتاج إلى إلى تبرعات فنريدك تزاك الله خير تتبرع على قال أتبرع المسجد اللي ينبني في الحارة عندي الآن أنا مزعجني المسجد اللي في الحارة الثانية وتريد أكمل هالمسجد اللي في الحارة قال والله تزاك الله خير وأنت إن شاء الله رأي خير فهذا الغني وضع يدك كده على جيب وقال طيب افتح يدك ففتح الشيخ يده مد يده ظن إن الرجال بيطلع عشر تلاف عشرين ألف يمشون حالهم بها فإذا بهذا التاجر يبصق في يده فمسحها الشيخ في صدره وقال هذه في وجهي وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها قال هذه لوجهي هالبصقة لكن هذه لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما سبحان الله يعني صب عليه ماء باردا أو شبك فيه كهرب انتفض من هلك انتفض يعني وجلس وقت حتى يستوع بالكلمة هالغني توفيق من الله وضبط للنفس ثم قال أستغفر الله أول مرة في حياتي استغفر الظهر من أربعين سنة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم قال تفضل يا شيخ الحين صرت شيخ والله جيد ودخل الشيخ وضع له ضيافة قال كن بقي عليكم بس في المسجد قالوا والله كثير احنا نبغى منك عشر الاف قال كم من اللي بقي قال بقي علينا مئة وستين ألف قال هذا الشيك بمئة وستين ألف وأي شيء تحتاجونه يقولوا أصبح الرجل من عمار المسجد شوفوا يا جماعة الذي يوفق حقيقة فعلا للسعمال مثل هذه الأساليب الرفيقة اللينة المؤثرة ولا ينتصر لنفسه لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما قال أدعو إلى نفسي لا أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو إلى الله أنا أريدكم أن تطيعوا الله أنا أريدكم أن تعظموا الله لا تعظموني أنا أنا أريدكم أن تحبوا الله ليست تحبوني أنا أنا أريدكم أن تقبلوا على الله لا تقبلوا علي أنا المقصود الأعظم هو الله فإن تفضل الله وتكرم علي ووضع لي قبولا بينكم فهو فضل من الله تعالى ومنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق لأن تعب هو نصح الناس وتوجين فله حق أن يكرم ويكرم أقاربه